شكرا لكم الله معنا مرة ثانية بعد الفاصل الكسير هذا الرد نكمل على إجابتهم فهيج نقول دكتور بعد فاصل لازم ما اسمه فضل حبيبي لا قد شيء نزيل أنت ليش تحاول تسيرني أنا هادي وموعد الناس أني ما أعصر فقال الله يخليك خلني هادي يلا نكمل لقاءنا هادي إن شاء الله هالمرة بس نزيل مايوز يبيلا تقول لك مهما خففت وعملت نظام غذائي ما أضعفه بسهولة شون عمي؟ مهما خففته عملت نظام غذائي؟ لا 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 هذا مو صحيح هذا مو صحيح شوف ما دام عندي كمية من الشحم أستغل الشحم في حرق الشحم يعني عملية الكيتوسيز العملية عملية الحرق عملية ما تستمر أبدا في وجود السكر أو في ماذا ما قلت لك أنا من أبعد الحلو أبعد النشويات أبعد الحلاو أبعد الكتكات مايكوكو مايكوكاو كيكاو بعد يحطون شدة على واو انوخر عنهم الأمور الشحم ماكو أحد ماكو شيء يعطيك طاقة فالجسم يضطر أنه يستغل الشحم اللي عندك على الأرذاف على البطن في حرق الشحم بواسطة بعض الأنزيمات يسمونه هرومون سنسنتفلايبيج طبعا الموضوع هالهرمونات تتيت ساعد الجسم على حرق الشحم يطلع لنا أجسام كيتونية الأجسام الكيتونية تعادل السكر لما نأخذه فبالتالي في غياب السكر عندي أجسام كيتونية قوتها طاقتها أقوى من السكر وبالتالي عشان هذا وانت نايم تحرك وانت تتحرك تحرك فعملية الحرق تكون مستمرة أمور كثيرة تتحسن خلال حرق الشحم وبالتالي أنا من رأي الواحد إذا يطبق البرنامج بطريقة سليمة عملية نقص الوزن 100% يعني ما أقول 90% أقول 100% دكتور اللهم عفوا سلمة مخال اللهم اللي عنده مثلا نقص في الهرمون الغدة الدرقية أو عنده خمول في الغدة الدرقية إهني ممكن صح ولكن الشخص اللي عنده مثلا خمول في الغدة الدرقية يأخذ العلاج وبالتالي العلاج أيضا يساعد مع تطبيق البرنامج على نزول الوزن دكتور أخيرا يعني سوينا تقرير حطينا فيه الباور بليت اللي الناس قاعد تسأل عنه نعم فبس ترى الباور بليت يحتاج له وضعيات وايد مثلا وهو واقف حتى وهو من صدح كل شيء من كل مكان يعني الذبذبات هذه تحرك العذرة اللي بالجسم عساس أنها تحرق كالوريز من الجسم هذا اللي شفتوه عندنا بالتقرير دكتور في إيميل من واحد سماع عزيز يقولك كلمني عن الحبوب مع التخصيص اللي تزل الدهن اللي؟ اللي تزل الدهن يعني تنزل لا هذا ما أنصح عزيز ما؟ أخوي عزيز حبيبي يعني أبيك الحين دائما أقول هالكلام حاولوا تبعدون هالأدوية اللي تسد الشهية المثبتات الشهية كلامك أوكي قط ليت كيلوين ثلاثة كيلو شحم مع قطتك الكيلوين ثلاثة قاعد قط فيتامينات مذابة بالدهون فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين كاف، فيتامين إي هالفيتامينات ما تذوب إلا بالدهون فأنت لما تقط تأخذ هالأدوية عشان تخسس تقط لك كيلو تقط معامل فيتامينات فتأثيره على العين رح يكون تأثيره على الشعر، تأثيره على العظام، تأثيره على تخثر بالدم، تأثيره على كثافة العظام فأنا ليش أخذ لهذا إذا عندك أنت برنامج أنا مثل ما قلت كذا مرة أقول ليس شرط أن تطبقون برنامج تقليص من النشويات تطبق أي برنامج مفيد مرتاح من الطبقة ولا تأخذون هالأدوية صدقوني ترى على مدى البعيد يسبب لكم مشاكل يعني ما ودي أضيق لكم بس أقول لكم بتعدوا بقدر الإمكان بتعدوا كل عن كل الأدوية ولا ترحون الصيدليات تقصون عليكم يا جماعة الدكتور إذا أعطاكم آمن مال تغذية مال الصيدلاني تروح هناك يدفع لك تدفع ثلاثين دينار عشان يعطيك ثلاثين حبة حك ثلاثين يوم تقطي ثلاثة أربعة كيلوات حرام عليكم والله حرام يا جماعة يعني تبعوا برنامج يبقوا تعلمون عيالنا أبيهم مشتفيدون ما أبي مقرر كل واحد والله ما يقدر نزل كيلوين راح أخذ لحبتين ثلاثة حرام عليكم هذا وقص مننا دكتور في واي ديميلات قاعد تسأل عن كيفية قياس الوزن المثالي أوكي صح أنه آخر شوف دائما ناخذ إحنا وزن الشخص زين الحيخ ناخذ وانت ما عندك كالكوليتر لو عندك عملية حسابية كنا سهلة نرى طولك كم عمي انت أنا أمية وخمسة وسبعين يعني متر وخمسة وسبعين سانتي عدل؟ زين الآن أكتبع أنا هنا متر وين القلم؟ قلمهم خدتوا الله أداكم؟ ما أخذت ما أدري المهم متر وخمسة وسبعين تضربة في متر وخمسة وسبعين النتيجة كم الحاصل؟ يطلع الثينة بوينت سكس الثينة بوينت أربعة الثينة فاصلة أربعة ما أدري حسب هذا فإذن واحد فاصلة خمسة وسبعين ضرب واحد فاصلة خمسة وسبعين النتيجة أثنين ونص مثلا ناخذ وزنك وزنك كم عمي الحين نقسم أمية وسبعة عشر على أثنين وستة أثنين وسبعة حسب النتيجة يسمونها منسب كتلة الجسم أو يسمونها BMI Body Mass Index منسب كتلة الجسم الآن نرى الرقم الذي طال عليك والرقم مفروض يكون بين عشرين وبين خمسين وستين إذا عشرين طال عليك نقول هذا وزن سلمان طبيعي إذا أثنين وعشرين نقول طبيعي إلى خمسة وعشرين إلى خمسة وعشرين يسمونك والله وزنك طبيعي فأنت ما عليك خوف من النتيجة نتيجة قسمة الوزن على نتيجة إذا طلع بين خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين يقول له والله سلمان عنده مثلا زيادة في الوزن أما إذا النتيجة طلعت بين ثلاثين إلى تسعة وثلاثين أعتقد أنت فيها الخانة يسمونها بدانة